السلام الله عليكم. معكم ريدا من قناة كورا فانس. وإن شاء الله أنت حتو على وحد قصة مؤثرة جدا. ممكن أنها تغير تفكير العديد من الأشخاص. قصة لاعب كوراة القدم نحط في الصخر بالأضافر دياله للوصول إلى ما وصل إليه. قصة تحمل في طيات ديالها العديد من العبار والدروس لأي أحد يرى أن أحلامه بعيدة للمنان. قصة تجعلك تشبت بالأحلام ديالك وتكمل في الطريق ديالك. قصة اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو. إلا وصلتكم الحلقة وعجباتكم. لا تنسوا تدروا لايك وشير وتسجلوا في القناة وفعلوا جرس تنبيهات. لكي أرسلكم الحلقة أول بأول. تخلو في التفاصيل. ما زلت أتذكر وجهة أمي وهي تقف أمام التلاجة ولا تجد ما تقدمه إلي سوى الخبز والحليب. هكذا استهل روميلو لوكاكو قصته. روميلو لوكاكو من موالد ماي 1993. ولد في مدينة أنتويرك البلجيكية من أبوين من الكونغو الديمقراطية. له أخ يدعى جوردان لوكاكو. بالمناسبة هو يمارس الآن كرة القدم في فريق لازيو الإيطالي. لوكاكو يحكي عندما كنت في السادسة. رجعت من المدرسة كالعادة في الاستيراحة. كانت أمي في المطبخ تحضر وجبة الغداء. بالمناسبة وجبة الغداء لوكاكو الخبز والحليب. العسرة كانت تتغذى على الخبز والحليب. يعني ما كان بالإمكان ديالهم يوفروا شيء آخر نظرة للفقر اللي كانوا يعيشوا فيه. عموما الأم كانت تقف في المطبخ تحضر الوجبة المعتادة. ولكن هذا اليوم لوكاكو لاحظ شيء غريب. الأم كانت تمزيش هذا الحليب بشيء. لوكاكو لم يفهم شيء. ذهب إلى المائدة وجالس. أمه أحضرت الوجبة المعتادة ويتبتسين. ولكن عندما بدأ لوكاكو بتناول الوجبة دياله. فاهم كل شيء. أعرف أن الأم دياله كانت تمزيج الحليب بالماء. لأن لم يكن لهم المال الكافي لشراء الحليب طوال الأسبوع. يعني تصور درجة الفقر اللي كان يعيشوا فيها. حتى الخبز والحليب لم يكن بإمكانهما توفيره. فاضطرت الأم إلى مزجيب الماء. لوكاكو يقول كنت أظن أننا فقراء. ولكن في ذلك اليوم صدمت واكتشفت أننا معدومين. ولوكاكو يكرر في المقابلة التلفزيونية. كنا معدومين. ازدادت الأمور سوءا. عندما كنت أرجع من المدرسة. لا كهرباء. يعني يجلسون في الظلام. لم يكن معهم المال لدفع فاتورة الكهرباء. يعني كنا نجلس في الظلام الحالك. وأوروبا معروفة بالبرد القارس. حتى عندما كنت أذهب إلى الحمام. لوكاكو يحكي. لم يكن لدينا الماء الصاخن. كانت الأم تقوم بتغلية الماء في الصخان. وتصبوه على رأسي. يعني كنا دائما نجلس في الليل. ونبكي ونصلي. ونطلب من الله أن يغير هذا الوضعية. ولكن كان عندنا واحد الإيمان داخلي. كنا نظن على أن كل شيء سيتغير. لم يكن لدينا حل إلا أننا نتمسكه. بهذا الباصيس من الأمل الموجود في الداخل ديالنا. أب ديال لوكاكو كان لاعب كرة القدم. ولكن في نهاية المسيرة. الأموال دياله كلها صرفها. يعني لم يعد يملك شيء. أول شيء قام أبو لوكاكو بفعله. وهو بيع التلفاز. لوكاكو يحكي. لم يعد بإمكاني مشاهدة كرة القدم الرياضة التي أحبها وأعشقها. لم يعد بإمكاني مشاهدة البرامج الطرفية ولا المسلسلات. يعني الأمور تزداد من سيء إلى أسوأ. حتى الخبز كنا نقترضه من الخباز. يوم الاثنين على أن ندفعت منه يوم الجمعة. ولوكاكو يكرر نفس الجملة. كنت أظن لم أكن أظن أن وضعية ديالنا المادية وصلت للدرجة. نحن نعيش تحت مستوى الفقر. نحن نعيش في الحضيض. نحن معدومون. يعني وضعية صعبة جدا. وضعية ما يمكن أن تشي واحد يتحملها. العديد من الأشخاص يتحدثون. يعني على الأقل مجموعة من الأشخاص يمكن لهم يتناولون. العديد من المواد الغذائية المتنوعة. خضار فواكه. وكما كان نقول له. العديد من الأشخاص فيهم الفشوش. أنا ما كان نقول هذه وهلك منه. ولكن أي واحد سمع القصة سيعرف أنه في نعمة. لوكاكو جاء لهذه المقابلة التلفزيونية. وهو مصر على أنه يحكي قصة له. هو يقول أعرف أن أغلبية لاعبين كرة القدم فقارة. ولكن أنا قصتي مختلفة. ويصر على هذا أنا قصتي مختلفة. يكمل لوكاكو. كنت أرجع من المدرسة في بعض الأيام وأجد أمي تمكي. وأقوم بمواسطها. يقول له أمي إن شاء الله كل شيء سيصير بخير. وضعيتنا ستتحسن. أنا ألعب كرة القدم الآن. وأبدل قصار جهدي. ووضعيتنا إن شاء الله ستتحسن. يعني تصور لاعب. تصور طفل في عمر ثامنة. يعني عنده ثمانية هذه السنوات. وتحمل هذا الإصرار وهذه القوة وهذه الرغبة في الداخل دياله. باش ينقذ الأسرة دياله من الفقر ومن الضايع. في ذاك اليوم لوكاكو دخل المنزل. وجلس مع رأسه. وأقسم لله أنه سيفعل أكثر من جهد دياله. لإنقاذ الأسرة دياله من هذا الفقر. لأنه لم يعد يتحمل أن يرى أمه وعائلته كل يوم تبكي وكل يوم تعاني. لوكاكو يقول. كل مقابلة كرة القدم كنت ألعبها كل يوم. كانت بمثابة نهائي بالنسبة لي. حتى إذا كنت ألعب في الشارع مع الأطفال أعتبرها لقاء نهائي. كنت أبدل أكثر من جهدي. لوكاكو يقول. عندما بدأت أذهب إلى المدرسة. يعني في سن التاسعة ولا العاشرة. يعني بدأ الطول دياله. يعني إذا كان لوكاكو معروف بالطول وبالهيئة البدنية. مثل لعب الأفريق. المعلمين وآباء الزملاء أصبحوا يضايقونني ويشككون في سني. يعني تقول أنت لعب أنت طاويل يعني أنت مسنني يعني تقول السن ديالك ليس حقيقي. وفي مرة كنا كان لعبه في فريق الشباب لما كان لوكاكو في عمره 11 سنة. وحاول أحد الآباء للزملاء دياله منعه من لعب المباراة. وقال لي يعني أنت كبير في السن. يعني واضطر لوكاكو يحكي بحرقة. لكن الأب ديالي لم يكن معي لأنه لم تكن لنا سيارة. يعني كنت دائما أداب لي التمرين في الحافلة. جميع الأطفال تأتيوا يلعبوا مع الآباء ديالهم كيتفرجوا فيهم إلا روميلو لوكاكو. الواحد الذي كان يأتي للتدريب لوحدي. قال لك اضطريت أن أدافع عن نفسي. ذهبت إلى المحفظة وأحضرت الهوية وأريتها للجميع. قالوا جميع الأباء كيتفحصوا عن هذه الهوية. حتى تأكدوا أن طفل روميلو لوكاكو هو في السن الموافق للأبناء دياله. يعني تصور لاعب يعني يعني من الفقر يعني من الوحدة يعني من الحقرة يعني جميع الأسباب مهيئة. بشد طفل يفشل في الحياة دياله ولكن كان واحد الإصرار غريب عند روميلو لوكاكو. لوكاكو يحكي كنت في الثانية عشرة من عمري ولعبت في إحدى فرق الشابة في بلجيكا وسجلت أربعة وسبعين هدف في أربعة وثلاثين الليقاء. يعني رقم رقم ضخم جدا بمعدل هدفين تقريبا في اللقاء واحد. وكل هذا وهو يلعب بحذاء أبي يعني طفل في عمله 12 سنة يلعب بحذاء دياله 34 إلى 35 سنة. يعني شيء غير طبيعي. كنت دائما أتحدث مع جدي في الهاتف. الجدي اللوكاكو كان يعيش في الكونغو الديمقراطية الأصل دياله. يعني يخبره دائما على أنه متعلق ويسجل العديد من الأهلاف والأهداف وأنه له مستقبل واعد في كورة القادم والكل يتحدث عنه والعديد من الأندية تريد الفوز بخدماته. الجدي اللوكاكو قاطعه. قال له أريد أن أطلبه منك واحد طالب. قال له ماذا يمكنك تعتني بالأم ديالك؟ اللوكاكو يجيبني. سأعتني بأم هذه الأم ديالي ضروري. سأعتني بها. الجدي اللو كان مليح. قال له بغيتك توعدني. قال له أعدك يا جدي. أنا يعني كنلعب كورة القادم وإن شاء الله الوضعية ديالنا غتتحسن ونحن سنكون بين خيره. وإن شاء الله غنعتني بالأم ديالي. لوكاكو ما فهمش داك الإلحاح ديال الجد دياله. بعد خمسة أيام توفي الجد. هنا وصلت الرسالة لوكاكو. أعرف أن الجد كان حاسا لأنه كما تقوله أيام مقربات. وكان هذا بمثابة وصية للوكاكو. هنا بدأت كما تقوله بدأت الحياة وبدأت الأمور تتحسن بالنسبة للوكاكو وعائلته. انتقل إلى أندرليخت البلجيكي. فريق من أقوى الفرق البلجيكية. تمكن لوكاكو من تشجيل 135 هدف في 72 لقاء. رقم كبير جدا. وأصبح من أحد الركائز الأساسية لفريق أندرليخت البلجيكي. هنا من سيأتي ليطلب ود لوكاكو فريق تشيلسي الإنجليزي. انتقل لوكاكو من أندرليخت لفريق تشيلسي الإنجليزي بصفقة قياسية قدرت بـ 18 مليون أورو. سبحان الله اللاعب فين كان وفين ولا يعني انتقال 18 مليون أورو. منذ انتقال لوكاكو إلى تشيلسي قدم واحد المستويات رائع جدا. يعني كان تضارب واحد المستوى رائع ومستوى لائق. لعب في العديد الفرق الإنجليزية سواء كان إعارة الويست بروميتش. وقع واحد العقد مع ايفرتون لمدة خمس سنوات بصفقة قدرت بـ 35 مليون أورو. وانتقل بعد ذلك إلى فريق مانشستر يونايتد بصفقة قدرت بحوالي 80-90 مليون أورو. يعني الإسرار ديال لوكاكو وذلك الإيمان في الداخل دياله كان عارف على أنه سيصل. وآخر انتقال لوكاكو كان انتقل مؤخرا من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان بصفقة 75 مليون أورو. القيمة التسويقية لللاعب الآن تقدر بحوالي 90 مليون أورو. يعني سبحان الله اللاعب صبر وكافح وواجه العديد من الصعوبات. وفي الآخر وصل إلى ما وصل إليه الآن. بالنسبة ل لوكاكو متل منتخب بلجيكا منذ 2010 وكان دائما يقول أريد أن أكون أحسن لاعب في تاريخ منتخب بلجيكا. لا أريد أن أكون من بين أحسن لاعبين كان الهدف دياله دائما أن يكون الأفضل والأحسن. وبالفعل تحقق لوكاكو أصبح الآن الهدف التاريخي لمنتخب بلجيكا. كانت هذه القصة لللاعب الرائع رومي لوكاكو الصراحة ما كنت كان عارف هذه القصة من قبل ولكن من عرفتها الصراحة زاد الاحترام للاعب هذا. وكانت منه على أي واحد تمر بضروف صعبة ما ينزل شيء دي وأنه يكمل في الطريق دياله. وأي واحد يؤمن على أنه لم يكن شيء حاجة اسميه المستحيل. المستحيل هو أنه بندمي ربعي دي ويقلس وهنا لن يتحقق شيء. في النهاية إلا أعجبتكم القصة لا تنسوا تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب. وفعلوا جرس تنبيات بشوص لكم الحلقات أول بأول. كان معكم ريدامي قناة كورا فنس. سلام الله عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة